اقسموا أنني لم أتفق مع الطبيبة لقد أخبرتني بأنني سليمة يا إلهي هل تقصدين بأنني أكذب؟ ها يا ولدي هنا هتقول بأن أمك كذبة وأسقطت بعض الدموع المصطنعة مرحبا أنا روضة كنت أدرس في السنة الأخيرة من الثانوية جاء لتدريسنا أستاذ جديد ووضع ورقة الإختبار على طاولتي لم أفهم شيئا فبدأت أنقل الأسئلة على ورقة الإجابة وبعد أيام قام الأستاذ بتصحيح الامتحان وقدم لنا النقاط إلا أنا من هي الطالبة روضة؟ أنا هنا تعالي إلى هنا ألم تستطيع الإجابة ولو على سؤال واحد وقمت بكتابة الأسئلة بكل غباء ما الذي توقعته مني أن أعطيك علامة على الحبر الذي أفسدته أو عن وقتك الذي أضعته صار الجميع من في الصف يضحكوا علي أنا آسفة يا أستاذ ولكنني ضعيفة جدا في مادة الرياضيات وأنا لا أفهمها منذ كنت في الصف الابتدائي استغرب الأستاذ حسناً ابقي في القسم بعد نهاية الدرس عدت إلى مكاني محرجة وبعد أن انتهت الحصة وغادر الجميع سأرجع لك مادة الرياضيات حتى وإن رجعتها لي فلا مجال لأن أتعلم فأنا لا أعرف البديهيات كالضرب والقسمة لا مشكلة ستكونين مشروعي القادم ما الذي يعني هذا؟ سأعمل على تعليمك بداية من تعلم الأرقام والجمع والطرح استغربت فكرته ولكنني وافقت طبعاً منذ ذلك اليوم صار الأستاذ سامر يقوم بتدريسي في أوقات فراغه حتى صرت أعرف جميع قواعد الرياضيات واجتست شهادة البكالوريا ونجحت بمعدل جيد قامت أمي بصنع الحلوى أسرعت بها نحو منزل الأستاذ سامر فتحت والدته ورحبت بي تحدثت معها قليلاً ثم نادت عليه سامر هناك طالبة تريد رؤيتك جاء سامر مبتسماً مرحباً بروضة كيف حالك؟ الحمد لله لقد نجحت بمعدل جيد مبارك لك أمي انظري جيداً إلى هذه الطالبة فستكون كنتك قريباً زالت الابتسامة من على وجه أمه حينها استوعبت ما قاله وقلت ما هذا الكلام يا أستاذ؟ يمكنك منادتي سامر من الآن فصعداً وأخبري والدك بأنني سأزوره مساءً شعرت بالخجل مخلوطاً بالفرح وأسرعت إلى المنزل وأخبرت أمي بزيارة سامر لكنني لم أخبرها عن ما قاله في المساء جاء هو ووالدته وطوال الوقت كان وجوه أمه متجهماً تحدث سامر لأبي عني ووافق أبي على طلبه واجتمعت فرحة نجاحي مع فرحة خطوبتي ذات يوم خرجت أنا وسامر ووالدته للتسوق وحينما اشترينا كل أغراضنا اقترح سامر أن نتناول الغداء جلسنا في المطعم وذهب هو ليطلب ما نأكله وأخيراً تحدثت حماتي إلي وياليتها ما تحدثت لا أدري كيف أساير ابني فيما يفعله ما الذي تقصدينه؟ أنا أريده أن يتزوج من ابنة أختي لقد وعدتها بذلك وهي الآن حزينة جداً الزواج مكتوب من الله والذي رزقني بسامر سيرزقها بزوج صالح نظرت إلي بغضب وقالت ألا تملكين ذرة كرامة؟ سيرميك ذات يوم ويعود إليها إنه يحبها شارت بضيق في صدري جاء سامر وجلس معنا ورأى تغير وجهي ما بك يا عزيزتي؟ أشعر بالغثيان لا أظنني سأستطيع الأكل أود العودة إلى المنزل وأنا أيضاً استغرب ردنا وعاد ليلغي طلبه خرجنا من المطعم أوصلوني إلى منزلي أولاً ثم رحل في المساء اتصل بي ما الذي حدث لك صباحاً؟ أخبرته بما قالته أمه فضحك ابنة خالتي مثل أختي وأنا أريدك أنت لا تهتمي لكلمة والدتي حينما نتزوج تعتاد عليك وستكتشفين بأنها طيبة حاولت تجاهل ما حدث وأكملت تجهيزاتي ثم أقمنا حفلة زفاف بسيط ومن أول يوم وجدت حماتي تنتظرني وبجانبيها دلو ومن شفع صباح الخير أي خير لماذا قمت متأخراً؟ قومي بتنظيف الغرف والفناء كنت عروساً في يومي الأول وقمت بالتنظيف بصمت حتى لا أثير المشاكل وقررت أن أجاريها لكي تتقبلني وتحبني وحينما كان يعود سامر كانت تتقدم نحوي وتقول أتركي من يدك الآواني فأنت عروس اهتمي فقط بابني وبدراستك وتتظاهر بأنها تهتم لأمري ولهذا لم أكن أخبر سامر بما تفعل كنت أدرس في الجامعة وأعمل كالخادمة بالمنزل ومرت الأياء وكانت في كل مرة تحرضه علي أتمنى رؤية أولادكما قبل أن أموت حتى أطمئن عليكما وهو صار يدخل غرفتي مستاء روضة أنا أريد أطفالا عليك زيارة الطبيبة لتعرف مشكلتك ولكن لم يمر على زواجنا سوى أربعة أشهر والوقت مبكر على الفحص ورغم ذلك أصر علي حتى وافقت وذهبت إلى الطبيبة وطبعا رافقتني والدتها قامت الطبيبة بفحصي أنت بصحة جيدة على زوجك أن يقوم بالفحص ابني رجل ولا يعيبه شيء ولن يفحص أبدا حينما عدنا إلى المنزل بدأت بتحريضه مجددا لقد اتفقت هي والطبيبة على أن يلسق العيب فيك ولكنك رجل ولا يمكنك أن تفحص بسبب هذه العقيم غضب سامر كثيرا هناك جن جنونة وانقض علي بالضرب تغيرت معاملة سامر معي بعد أن كان يغرقني بالكلمات الحلوة والهدايا الجميلة أصبح يضربني ويعيرني بأنني عقيم ومرت على زواجنا ثلاث سنوات بدون أطفال وأوشكت على التخرج وفي أحد الأيام كنت مستلقية مساء على سريري حتى دخل سامر وقام بضربي أنت طالق أيتها الخائنة لم أفهم عن ماذا يتحدث أعادني إلى منزل والدي وقال له بأنني كنت ألتقي في الجامعة برجل آخر وكنت أشرب حبوب منع الحمل طوال مدة زواجي بسببه وأمه شاهدة على ذلك تفاجأت بافترائها ولكن ما بيدي حيلة أخذت سجادتي وأغلقت الغرفة وتضرعت لله أن ينصرني على من ظلمني بعد أسبوع قام سامر بخطبة ابنة خالته التي قال بأنها مثل أخته بكيت كثيرا وما هي إلا أيام حتى أقام زفافا ضخما وبحكم أنه كان يسكن بقربنا فقد كنا نسمع أخبارهم وما آلمني أكثر أن زوجته صارت حاملا من شهرها الأول وهنا أحسست بأن الدنيا أظلمت من حولي فالجميع صار يقول بأن هذا إثبات على أنني كنت أخونه فعلا لكنني وسط كل هذا لم أتخلى عن سجادتي ودعائي أنهيت دراستي وتقدمت للحصول على عمال بعد أن انتهت العدة قامت صديقة أمي بخطتي لابنها الأرمال رفضت في البداية ولكنهم أقنعوني بالزواج تزوجت من محمد دون أن أقيم زفافا كان رجلا طيبا جدا أخبرته بكل ما مررت به إنسي كل شيء وبإذن الله سأعوضك عن كل ما مر بك وفي صباح أحد الأيام سمعنا طرقا على الباب ذهب محمد ليفتح ثم عاد عابسا إنه سامر ما الذي يريده؟ والدته تحتضر وتريد رؤيتك لا أريد أن أراها ولا أن أتذكر ظلمها لقد عوضني له بك وهذا كاف أقنعني محمد بأن المسامح كريم وأخذني لزيارتها وجدتها ناحيلة ومستلقية على الفراش وجاراتنا حولها وكان سامر وزوجته هناك أيضا روضي يا ابنتي سامحيني أرجوك لقد قمت بعمل سحر حتى لا تنجبي مع ابني وحتى تفترقي عنه وأنا الآن نادمة استغربنا جميعا كلامها قمت بعمل سحر لي تذكرت لي وهلا كيف تغير سامر علي استغفرت وقلت عوضني الله بخير من ابنك يا خالة فليسامحك الله كل هذا كان من تدبير ابنت أختي هل تقصدين زوجتي هذا؟ نظر إليها غاضبا وقال هنتي طالق أيتها الساحرة هناك أحسست بأنني انتصرت وبرأت شرفي أمام الجميع غادرت مع زوجي وأنا أرى نظارة ندم على وجه سامر وتركت خلف نيران الحرب مشتعلة مرت أيام وماتت الخالة ذهبية توسط الإمام عند سامر وأعاد له زوجته سمعت بأنها تحمل في كل مرة وتجهد جزاء بما فعلت وأنا رزقني الله بتوأم جميل وأعيش حياة هنئة مع محمد